إيقاف الإهتزاز على حسابك الخاص واتساب اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيقاف الإهتزاز على حسابك الخاص واتساب سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على ثلاث نقاط في الأعلى ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي إلى الإعدادات نقوم بالضغط على الإعدادات وبعدها سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات نأتي إلى الإشعارات هنا نقوم بالضغط عليها وبعدها سوف يأخذنا إلى هذه النافذة نأتي إلى اهتساس نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى إيقاف هنا وهنا تم إيقاف الاهتساس على حسابك الخاص واتساب وهنا نكون قد قمنا بإيقاف هذه الخاصية هنا الاهتساس وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزل لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر حول تطبيقك الخاص واتساب وإعداداته